مشاهدينا دلوقتي نسيب مع حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء من الشرق ويتفضل يا منا شكرا لكي جمانا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة لتتصق وتتناغم مع فلسفة العاصمة التي تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة وخلال اجتماعه مع مستشار الرئيس للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة لا سيما مدينة الخيول العالمية وحديقة الحيوانة التي ستضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات وخلال اجتماعه مع مستشار الرئيس للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية مضيفا أن الرئيس السيسي اطلع على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة النتجة عن المصانع والورش بمنطقة الشقة أبان بطاقة 300 ألف طن يوميا وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بحضور عدد من المسؤولين وذلك في إطار اهتمام الرئيس بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة وذلك عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها تبقى لرؤية المستقبلية للدولة كما تفقد الرئيس السيسي نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم والتي تعمل بالغاز الطبيعي أعلنت وزارة الصحة خروج 821 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323 ألفا وحالة واحدة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 769 حالة إيجابية جديدة وتسع عشرة حالة وفاة أعلنت تحالف العربي عن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الحوثي في صنعاء وقالت تحالف إن الضربات أصفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع وأكدت تحالف أن الضربات دمرت أيضا مخزنين للطائرات المسيرة في معسكر بصنعاء مشيرا إلى أن الضربات الجوية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيرة من صنعاء أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر مقدوفا غير محدد في أول تجربة صاروخية تجريها بيونج يونج في العام الجديد وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن المقدوفة أطلق من السحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر دون إعطاء مزيد من التفاصيل نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل